الرهبانية اليسوعية بتعمل رياضات روحية صامتة علشان الناس تتأمل في الإنجيل خمس أيام في الصمت والصلاة أول رياضة روحية طلعتها لما كنت يسوعي كنت طالع مرافق برافق الأشخاص اللي حابت صلي في الوقت ده كان في مدام جد وبتقول لأبونا أنا أول مرة في حياتي أعمل رياضة روحية وعندي خمس أولاد فقال لها يا رب يكونوا ستة فقالت له خلاص يا بونا احنا ما بنفكرش في الحاجات دي وبعد مرافقة روحية خمس أيام أنا وهي ختمت رياضة بكل بساطة وقالت أبونا في بداية رياضة دعني يكون عندي ستة أولاد والسادس هو فعلا فرير يوسف أو الأخ يوسف لأنه أنا دلوقتي بعتبره زي ابني من خلال المرافقة الروحية المرافقة الروحية احنا بنكون شهود بتنبني بنا وبين بعض في الصمت علاقة قوية علاقة بتجمعنا من خلالها الإنجيل مبنعرفش ازاي بنبتدي لكن بنوصل في النهاية ان احنا بيكون اخوة اخوات بيكون لنا أمهات وعباء من خلال المشاركة في الصلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة